اخبار الرياضة من القناة الالكترونية جلديزاد اهلا بكم في المستهل تويج اليوم الملاكم الجزائري وائل معمري بالبطولة العالم للملاكمة طايلندية التي جرت فعاليتها بالامارات العربية المتحدة وفاز الملاكم وائل معمري في نهاء الوزن التقيل ضد منافس من الأوزباكينستان في فئة أقل من 23 سنة ويعتبر هذا التتويج تاريخيا باعتبار أن الملاكم عمري هو أول جزائري يمثل البلد في بطولة العالم ويهدي لها مضالية ذهبية في هذه الرياضة فرض الاتحاد الافريقي لكرة القدم إجراءة تنظيمية جديدة متعلقة بحضور الجماهير خلال المواجهة التي ستجمع المتخب الوطني بأوغندا وتلقت الفاف مرسلة من الكاف تعلمها فيها بمنع جلوس الأنصار بالمدرجات السفلة لملعب خمسة جوليا كما أوضح الاتحاد الافريقي لللعبة بأن هذا القرار راجع لعدم توفر الكراسي بالمدرجات السفلة للملعب يذكر أن المتخب الوطني سيواجه غدا السبت منتخب أوغندا بملعب خمسة جوليا ضمن تسفيات أمم أفريقيا 2023 كشف ديوان المركب الأولمبي محمد بوذياف أن عملية بيع تذاكر لغاء الجزائر ضد أوغندا ستكون عبر الأنترنت فقط وأعلن المركب الأولمبي محمد بوذياف في بيان عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك أن عملية بيع التذاكر ستتم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة كما أوضح البيان أنه بإمكان أي مناصر اقتناء أكثر من تذكيرة واحدة شريطة إدخال اسم ولقب صاحب التذكرة ليتم البيان أن عملية الدفع ستكون بالبطاقة البنكية أو الذهبية كشفها المكلف بالإعلام على مستوى الفاف صالح بي عبود عن استعداد المنتخب الوطني لخوض غمار تصفية الكان 2023 وصرح عبود صباحة اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية أن هناك اتفاق لمواجهة منتخب إيران يوم الثاني عشر جوان المقبل من الجهة الأخرى أعلن صالح بي عبود أن أجواء التربس إيجابية ولا توجد أي إصابات في صفوف الخضر كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الجمعة أنه تم تسريح حارس نادي فاردو عبد الرحمن مجادل من المعسكر الإعدادي للخضر من أجل الالتحاق بالمنتخب المحلي أصدى تعويض حارس مولودية الجزائر فريد شعال الذي يعاني من الإصابة للتذكير فإن أشبال المدرب مجيد بوغرة متواجدون في مستغانم من أجل التحضير للقاءة الودية الثالثة أمام كل من النيجر السنغال وكونغو الديمقراطية كشفت صحيفة فوتمركاتو الفرنسية أن عددا من الأندية الأوروبية وضعت لاعب الدولي الجزائري ونادي بوافيستا البرتغالي يانيس حماش ضمن أبرز أولويتها لضمه إلى صفوفها هذا الصيف وأكد الموقع الفرنسي أن لعب الخضر الجديد مطلوب في أندية صالر نيطانا وبولونيا وصاصولو من إيطاليا وأندية بريست ونيس وكلير مونفوت من فرنسا إلى جانب نادي ستاندارليغ البلجيكي يذكر أن حماش مرتبط بعقد مع بوافيستا ينتهي في جوان 2023 تحدث صباح اليوم الجمعة يزيد ياريشان رئيس فريق شبيبة القبائل عن مشوار النادي خلال الرابطة الأولى هذا الموسم وقال ياريشان في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى أن مشوار النادي هذا الموسم كان صعبا جدا خاصة في البداية مضيفا أن إدارة النادي كانت قد وضعت كامل ثقتها في المجموعة والطاقم الفني كما أضاف المتحدث نفسه أن الاستقرار هو سر نجاح الفريق الذي سيعمل حسب قوله على الإبقاء على أغلبية لعبيها الموسم المقبل وتعزيزه باستقدامات وفق المتطلبات من تونس تأهلت لاعبة التينس الجزائرية ماريا باداش اليوم الجمعة إلى نهاي بطولة إفريقيا لأقل من 16 سنة عقب فوزها ماما اللعبة التونسية لينسوسي بواقع مجموعتين لصفر وتمكنت صاحبة 14 سنة من خطف المجموعة الأولى ب6 أشواط مقابل الشوطين قبل السيطرة مجددا على المجموعة الثانية بنفس عدد الأشواط وستلاقي باداش في اللقاء النهائي المقرر يوم عاضي السبت المغربية ملاك العالمي المصنف رقم واحد في الجدول والفائزة في الدور النصف النهائي أمام الجزائرية وصال بوجمعاوي يذكر أن باداش كانت قد توجد بالنسختين الآخرتين لبطولة إفريقيا لفئة 14 سنة بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختم النشرة الرياضية شكرا على كرم الإصراء والمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة